تقول هل يجوز للبنت التحدث مع خطيبها مع مراعاة جميع الحدود الشرعية ها طبعا الأخت العلوية من الناصرين بسم الله الرحمن الرحيم يعني خطيبها بقصد أنه يراها حتى يشوفها مثلا نظرة شرعية هذا المقصود احنا ناخذ على كل الجوانب ينبغي طبعا معروفة أن احنا في مجتمعاتنا الآن نعم استحدث حديثا شيء اسم الخطبة الخطبة ما كانت يعني قبل لا يدخل علينا بعض المجتمعات الغربية بمسألة الخطبة احنا ما عندنا في شيء اسم خطبة يعني الخطبة اللي يعرفوها الآن الناس الخطبة المعروفة عندنا أنه أهل الولد يجون وياهم واحد محترم مثقف مثلا عالم يطلب ايد الابنية وقبل أن يطلب ايدها يخطب والخطبة المعروفة أولها مثلا البسملة وبعدها الحمدل زين وبعد ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته ويذكر آيات قرآنية ويذكر روايات بالمناسبة ثم يطلب من أهل البنت يدها هذي يسموها خطبة تمام لولا هذي يسموها خطبة يعني خطابة شون واحد يخطب مثلا في صلاة الجمعة نفسها هذه أيضا تم تسمى خطبة لكن الآن الناس أخذوا الخطبة غير شكل أخذوا الخطبة وكأنه الولد يجي يأخذ البنية من بيتها ويتمشون على مدري شنو ويروحون ويجون وكذا لا هذا مو صحيح إذا ردت الزواج من عندها اعقد هي مرتك روح وان ما تاخذها اخذها تمام لولا أما أنه لا معقودة لا كذا ما بيناتهم ماكو شي بيناتهم عقد ها لأنه الكلام يحلل والكلام يحرم ماكو بيناتهم صار عقد إيجاب وقبول وغيره وكذا بس ما نيتهم زواج نيتهم زواج النظرة الشرعية والنظرة الشرعية ما الدوم غير يعني دقيقة دقيقتين هاي هاي نظرة الشرعية زين يشوف البنية مثلا زين يرضى بيها خلاص بعد ذلك تروح تنصروا في البنية يعني ما يحق له ولا يحق لها تحتوية وتسالفوية ويومين ثلاثة وربما شهر وربما سنة يقعدون الناس سنة يجي الخطيب ودق الباب أريد أشوف مثلا البنية أو القطيبة هذا يكون بعقيد هذا طبعا سيدنا المجتمع هو النفس للحد بل المجتمع المشكلة المشكلة في داخل المجتمع ما يفهمون يقولون هاي أعراف بس هذه أعراف تختلف مع الشرائع تختلف مع الأنظمة الدينية سيدنا يعني سماحتي سيد خنكون واقعين هي نفس هذه بس بالعكس هم موجود فرضا واحد عاقد وهذه زوجته الأب ما يقبل أنه خطيبها نقول زوجته يعني عاقد ونخلص وكذا يعني هاي مرته بس ما يقبل أنه يجي للبيت ولا يجيبها ولا يطعوا إياها هذا شنو هذا صدى العرف عليه ليش لأنه هو قاعد فيه مجتمع المجتمع شي يعرف يعرف زوجته لما كون تطلع بزفة وتروح البيت يلا يعرفوها زوجته أما إذا عاقد عليها بس ما يعتبروها شنو زوجته هذا تأثيرات العرف على الناس المتدينين